الأستاذ سعيد خالد الحسن ناشط ومفكر فلسطيني وأستاذ بالجامعة المغربية مرحبا بك في موقع اليوم 24 للحديث عن موضوع الراهن يتعلق بالوضع في فلسطين والعملية التي قامت بها حماس ورد الفعل الإسرائيل بالهجوم على غزة كيف تابعت تطورات التي وقعت وهل كان متوقع أو منتظر هذا الذي وقع يعني طبعا تابعتها كما تابعتها أنت وكما تابعها كل عربي يتطلع إلى تحرير فلسطين والقدس من الاحتلال وأظن كان في لقاءات سابقة لنا وكنت أقول دائما أنه هناك تغيير قادم وفي المنطقة معرضة للانفجار وذكرت هذا مرارا طبعا التوقيت يأتي مفاجئ عندما يكون هناك حالة من الركود لكن ألم تكن انتفاضة 87 الكبرى الفلسطينية شيئا مفاجئا ألم تكن حرب 73 المظفرة حرب رمضان حرب أكتوبر ألم تكن شيئا مفاجئا ألم يكن صمود أبطالنا المفجري الثورة الفلسطينية في معركة الكرامة أيضا أمرا مفاجئا طبيعة الأحداث أحداث من هذا النوع تشكل منعطف ما يشكل منعطف عادة لا يكون متوقع جبهة التحرير الجزائرية يعني عندما قرروا العمل من أجل تحرير الجزائر كان في مقدمة لبيانهم هذا ذكروا فرانز فانون في كتابه المعذبون في الأرض على ما أذكر قال يعني كانوا يقولون أنه الوضع سيء تم تصفية المقاومة الأبواب موصدة فما يتطلب على هذا إذن لنجلس في بيوتنا فكان الجواب لا سنفجر الثورة من جديد للتحرير وهكذا أيضا من كان يتوقع يعني بزوغ الثورة الفلسطينية في الخمسة ستين وفيما بعد ما هي التوقعات وفي تأثير هذه الأحداث على القضية الفلسطينية وعلى الوضع العربي عاما ولا شك أنه هناك شيء جديد سيجري أولا ما حدث الآن من إذلال للعسكرية الصهيونية والاحتلال الصهيوني الغاشم هو شبيه بما حصل معنا في عام 1967 وربما أكثر لأنه ليس جيشا ما قام بهذا فهذا منعطف له تداعياته ليست فقط العسكرية يعني له تداعياته النفسية عسكريا أنه في النهاية الإرادة هي عنصر حاسم إرادة الإنسان هي عنصر حاسم في التغيير مهما كانت الترسانة العسكرية والاستخباراتية والأمنية والقضية والتداعي الآخر أنه هذا سيعجل سيزيد من الهجرة المضادة من الداخل إلى الخارج لكن نعم رجلت اليهود الصهاينة من فلسطين إلى خارج فلسطين وأغلبيتهم لديهم جنسية مزدوجة وأيضا هذا العنف المتنامي لأنه الصهاينة واضحين هؤلاء يتحدثوا عن الفلسطينيين أنهم متوحشون وسنعاملهم على هذا الأساس ونحن نرى كيف تجريع سياسة الضرب بالأرض المحروقة الآن على الأحياء التي تهدم على رؤوس الناس خاصة في أطراف قطاع غزة فهم لا تأخذهم رأفة بشيء وتصفي موجودة وهم عيوض أن يدركوا أن ما حصل هو رد فعل 75 عام من الاحتلال ولا قرابة العقدين من الحصار سواء في غزة أو في الضفة ومن التنكيل بالفلسطينيين هما يريدوا زيادة التنكيل ومن المعروف أنه أي احتلال استيطاني خاصة في السنوات الأخيرة من عمره يتخذ شكل العنف المبالغ فيه كيف تقييمك للموقف العربي من تطورات الأحداث؟ يعني هنا هنا في قضية فيك أكثر من قضية مهمة في رأيه أولا لابد أن المعركة تكون فلسطينية طبعا بضعم عربة بغطاء عربي وليست فصائلية يعني لا يصح أن تتحول المعركة إلى معركة بين حماس ولو معها الجهاد وبين العدو الصهيوني لابد أن تكون المعركة فلسطينية وهذا شيء مهم وبالذات لمصلحة تلك القوى المقاتلة المجيدة التي تريد أن تدافع عن أرضها في غزة وعن حقوقها حتى لا يعطوا فرصة أيضا للخصم ولا يجبروا أي طرف من الأطراف ويعطيه الحجة للالتفاف على فصيل فلسطيني أو فريق فلسطيني دون الفرقاء الآخرين فيجب أن تكون المعركة فلسطينية ومسؤولية في هذا كبيرة على حماس وأظن أن القيادة الفلسطينية في السلطة بغض النظر عن أي تحفظات لدينا عليها لحد الآن خطابها خطاب جيد وإحنا استمعنا لخطابات خاصة سفير السلطة في لندن وحديثه مع الـ CNN ومع الـ BBC كان يعني تصريحات متميزة وممتازة نعم هل هذا يعني أن الحلول السلمية أو حضر المفاوضات انتهت يعني أن هناك الحل معركة عسكرية الحصن معسكري في الميدان هذا ما تقول به هو موازين القوى هي التي ستحسن في نهاية المطاف العدو الصهيوني يدرك أنه في هذه المنطقة هناك صراع وجود بين الصهيونية وبين الحضارة العربية الإسلامية إما أم عربية وإما كيان صهيوني المنطقة لا تحتمل الاثنان لأن كل واحد منهم يلغي الآخر فهذه المعركة ممتدة والعدو الصهيوني لهذا لا يريد أي حلول يعني يعني تعطي بعض الحقوق للفلسطينيين لأنه يرى خاصة في الموجودين الآن يروا أن هذا سيؤدي إلى مزيد من تراجع للوجود الصهيوني كيف ستؤثر هذه الأحداث وهذه التطورات الميدانية على دعاة التطبيع وعلى خطوات التي اتخذت بين بعض الدول العربية في مجال العلاقات مع إسراءة؟ يعني أنا سأتحدث على هذا لكن أريد أن أقول أن الصهاين فريقان الآن فريق يدرك أن العمر الافتراضي للكيان الصهيوني قد انتهى وأن المطلوب الآن هو إطالة هذا الكيان إلى أقصى حد ممكن ومن كان يعبر عن هذا قوى اليسار الصهيوني وأيضا إسحاق رفين والشمعين بوريز لأنه عندهم نوع من الرؤية للمستقبل وفريق آخر لا يدرك هذه الحقيقة وبالتالي يتحدث بأفق أسطوري يعني تصور هذا مهم على الصعيد العربي هناك الآن توجه واضح رسمي إلى القبول بأن ينزل حد الأدنى من المطالب الفلسطينية والتي ترفعها السلطة الفلسطينية إلى حد أدنى أكثر وضمن هذا تجري وجرت أمور كثيرة وهناك فريق آخر يتمسك بالحقوق الثابتة لشعبنا العربي في فلسطين وليس بالضرورة من هذا الفريق أنه يتوقع أن يحقق أهدافه بضربة واحدة قد يتبنى الحلول المرحلية حتى حماس كانت تقبل بهدن مؤقته مع العدو الصيوني لكن في نهاية المطاف ما حصل الآن سيؤدي إلى مسار من المسارين وفي تصوري أنه الذي سيحسن في أي من المسارين هو الطرف العربي المسار الأول أن يقتنع الأطراف العربية أنه لا يمكن إيجاد استقرار في المنطقة عبر حلول مسرحية عبر التطبيع أو غيره وأنه لا يبد من تغيير الوضع على الأرض ولا بد من أن يكون هناك اعتراف من العدو الصيوني بحد أدنى من الحقوق الفلسطينية أو هي الحقوق العربية في الحقيقة بما يعني أنه هناك يكون كيان فلسطيني في المنطقة وأنه تكون القدس هي العاصمة لكن لا يصح أن هذا في رأيي أن يكون هذا نهاية المطاف أنا أستبعد أن هذا يتحقق يعني لأنه أولا لأنه هناك في نوع من ضيق الأفق في الجانب الذي يحكم الآن في تل أبيب وأيضا الموقف الأمريكي هو أيضا موقف غريب يعني ليس له يعني استغربنا الحقيقة ليس له أي استعداد إلى أن يتطعز مما جرى ويجري وكأنه يريد خاصة عندما تحدث عن استعداده للمشاركة في الصراع في المنطقة وكأنه يحذر من أنه يريد أن يتدخل بشكل مباشر مع أنه من فترة بسيطة خرج من تجربة من أفغانستان المفروض أنه يعني يرى أنه مثل هذه المسلكية لا يمكن في النهاية أن يعول عليها بالنسبة للوضع في قطاع غزة اليوم يعني كيف تتوقع في ظل هذا الحصار وقطع الكهرباء وقطع الإمدادات من المواد الغدائية يعني أكثر من مليونين يعني تقريبا من سكان قطاع غزة كيف وضعه؟ طبعا هذا وضع صعب والآن هناك اجتماع أظن لوزراء الخارجية دعا إليه العاهل المغرب رئيس رجلة القدس لابد أن يأخذ مواقف فيما يتصل بحماية أهلنا في قطاع غزة لكن ما أريد أن أقوله أنه لابد أن يكون لمثل هذا العمل حد أدنى من التنسيق بين أطراف مقاومة العدو الصهيوني في المنطقة وهذا يشمل مقاومة العدو الصهيوني في لبنان ومن هنا فأنا في رأيي أنه لابد أن يكون هناك نوع من المشاركة الحقيقية والفعلية والقوية لهذه المقاومة في لبنان فيما يجري الآن صحيح الطرف المصري قال أنه أبلغ الطرف الإسرائيلي أن حزب الله يريد أنه يتحرك فيما إذا تعرضت غزة لهجوم بري لكن حتى لو لم يحدث الهجوم البري والاشتياح البري لكن أيضا سياسة الأرض المحروقة هي شيء شبيه بالاشتياح البري وهذا لا يصح أن يقبل وأن يمر وإذا هذا مر فهذه ستكون منعطة في الحقيقة غير إيجابي في صعيد مواجهة العدو الصهيوني وأنا أتوقع أن مجريات الأمور في خلال الأيام القادمة إما ستقود إلى كف يد العدو الصهيوني في سياسة الأرض المحروقة أو ستؤدي إلى انفجارات في المنطقة لكن هناك شيء جديد يحدث شيء جديد يحدث بالفعل ولابد أن يكون واضح للجميع أن هذا الاحتلال مصيره في نهاية الأمر هو أن يمر كما مر أي احتلال آخر غاشم يريد أن أحتل الأرض ليس له ولابد أن هذه المقاومة المتنامية في نهاية المطاف أن تقنع العالم بأن سياسة النظر بعين واحدة هي سيارة غير مقبولة وهي نظرة في النهاية ستؤدي إلى خلخلة الاستقرار ليس في المنطقة إنما في الساحة الدولية ككل أستاذ سعيد خالد الحسان ناشط ومفكر فلسطيني وأستاذ في جامعة المغربية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك